نضم إلينا من موسكو يوسف بقار مرسل الغد يوسف ماذا عن الأجواء؟ هل هناك بالفعل اتفاق في الرؤى بين الأطراف الثلاثة؟ نعم تتواصل الاتصالات بين عمان وواشنطن وموسكو حول مناطق خفض التصعيد جنوب سوريا نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل باكدانوف قال صباحة اليوم لوسائل إعلام بأن الاتصالات جارية وبأن الأطراف توافقت على عقد اجتماع طارق حول مصير أو مستقبل منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا وقال ميخايل باكدانوف بأن كلما أسرعت هذه الأطراف بعقد هذا الاجتماع كلما كان أفضل لسوريا ولمستقبل التسوية في سوريا لكن ميخايل باكدانوف لم يصرح موعد أو مكان هذا اللقاء لكن بعض المصادر الدبلوماسية صرحت لوسائل إعلام روسية بأن هذا اللقاء سيعقد في غضون أسبوع وسيكون هذا اللقاء فرصة لاقتراح تسليم منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا والتي تتضمن منطقة درعا والسويداء والقنيترة إلى الشرطة العسكرية الروسية هذا البند الأول في هذا الاتفاق البند الثاني ينص على ضرورة تسليم المعارضة المسلحة لجميع الأسلحة الثقيلة مع الاكتفاء فقط بالأسلحة الخفيفة النقطة الثالثة وهي تسهيل دخول الشرطة العسكرية إلى منطقة درعا هذا ما سرب لوسائل إعلام من مصادر دبلوماسية روسية لكن عموما الأطراف الثلاثة الأردنية والروسية والأمريكية توافقت على ضرورة ضمان مناطق خفض التصعيد جنوب سوريا وضرورة مواصلة هذا النظام لكن لو نربط بين تصريح ميخايل باكدانوفا اليوم والتصريحات التي جاءت من تل أبيب حول موافقة إسرائيل على نشر القوات أو قوات الجيش السوري في الحدود المتاخمة للأراضي الإسرائيلية مع ضمان قبول موافقة الجانب الروسي وحصول إسرائيل على ضمانات تقول هذه ضمانات بأن القوات الإيرانية وعناصر حزب الله يجب أن تغادر المناطق الحدودية المتاخمة لإسرائيل يوسف اتصاقا مع مناطق خفض التوتر أو الاتفاق على مناطق خفض التوتر هناك تصريحات روسية تؤكد ضرورة إنهاء التواجد المسلح في المناطق الجنوبية وأن يكون الجيش السوري فقط هو الوحيد الموجود في هذه المنطقة ربما هذه هي وجهة النظر الروسية ماذا عن وجهة النظر الأمريكية وعن المعارضة المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة هذا التصريح أدل به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالأمس أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره المزنبيق أين أكد بأن كل القوات الأجنبي خاصة في جنوب سوريا يجب أن تغادر الأراضي سوريا كما قلت غدا سيزور موسكو وزير الدفاع الإسرائيلي لبرمان للتشاور مع نظيره الروسي سيرجي شيجو يعتقد أو الخبراء يقولون بأن سيبحث خلالها هذا اللقاء إمكانية خروج القوات وعناصر حزب الله التابعة لإيران من الحدود المتاخمة لإسرائيل هذا ما تريده إسرائيل من روسيا إعطاء ضمنات لخروج كل القوات التابعة إلى إيران وضرورة فقط تواجد الشرطة العسكرية الروسية وأفراد من الجيش السوري هذا ما صرح به وما سرب لوسائل إعلام وما سرب من دبلوماسيون روس هنا في العاصمة موسكو نعم إذن يوسف بقار من موسكو شكرا جزيلا لك